اشتركوا في القناة 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 كلمة حق الحقيقة الناس الكل اليوم تحكي لكونوا نريد الرياضيس في مطالبة بثلاثة نقاط كونتر الأولمبي البيجي الفرقة ذوما الأولمبي البيجي وتراد الرياضيس الجرجيس أنا نقول الأول الفرقة اليوم باش نافس على البطولة رأوا اليوم مكش بالسير كما قبلوا التحصيبه اليوم تنجم تفوز على الأولمبي البيجي أنا نقول المبارات كانت صفر صفر ملينة صحيح أهداف ما أنا الرأة كانت مقابلة معتها متعادلة على كامل المبارات معتها متعادلة للزوز في رق أحمد يا سانتوس تحس ولا يلوج في شماعات على التحكيم وقال زادا صعيب باش تمرك في بطولة تونسية الفرق تلعب في الدفاع وونسية يظهر للعب الدفاع في مقابلته مع نادي الأفريقي ايه ليه هو بصراحة التصريح مش في بلاستو بالكل لأن كنت مدرب مطالب بيش تلقى حلول مش يتيجي تشكيلي اينا وتقول رأوا الفرق تلعب في الدفاع وعادي الفرق الكل اللي بش تلعب للندي السفاقسي بش تلعب الدفاع في ملعب طيب الميري ما اللي بش يطلعون لك الفوق ويضغطوا عليك وما عادي بش كل دن خطر أسل تاريخه أنك تركي الحافلة وتلسان على الأدفيرسير وتلعب لي كونتر أنا في تقديري النادي السفاقسي عكس ما قال تاريخ ما هوش في أزمة معناتها النتائج ما هيش سيء أو ما هيش ممتازة قاعد يتعادل فريق لكن ما زال موجود في البطولة وما فماش فرق كبير في عدد النقاط بينه وبين الموجودين في المراتب الأولى أنا نتصور النادي السفاقسي قاعد يتحسن من مرشا الآخر قاعد مشكلة بتاع تسجيل مشكلة كبيرة في النادي السفاقسي العقم الهجومي لأنه كما يقولوا هو مدرب بحث أنا معناتها أنا نوصلك لفهمات الخرانية وأنت تلقى الحلول لكن المهاجمين تعالنادي السفاقسي للأسف حتى يلعب بركات الحميدي ما فماش حلول أنا النادي السفاقسي ما هوش في فثنية خايبة شوية صبرت وتتحسن الأمور مقارنة باللي كان عني النادي السفاقسي قبل وين كان النادي السفاقسي وين صبح على القل تحس فما فريق عنده شخصية وفريق قادر أنه يتحسن وبتحسن أداة بعض الملاعبية خاصة على المستوى الهجومي نتصور النادي السفاقسي مش تكون النتائج وأفضل في المستقبل بالله كلمة حق إسليم نفتة المير بصغير بجاه ربي كيبلاسيونالي تحبوا عارتها مزيدي كيبلاسيونالي عاد مرمالي اسمعني اسليم لحقيق لملاعبي أنا شخصيا نحبه برشا وملي كان في الترجي نشوفه مظلومة على النخر وعمل بداية موسم ممتازة لكن عمل زوزماتيوية كيبلاسيونالي مزيد فلعقل فلعقل طيب طلم نفسه زادا مش حكية طلم نفسه اليوم اسمعني كينتحبوا لنستحفظ عليهم مليعب صغير جون فما ديكاليتي فما ديكاليتي فما ديكاليتيه يا أحمد اسمعني اسمعني كينتحبوا وين بيازور يفرح الامور المرمالي اسمعني والله يفرحوا لنركورت القدم التونسية الانتباعية لي عن هذا أنا أقول المليعبي مير بنصغير من أحصل مليعبية بيش تكون في البطولة كيما صار معاك ورول برا وعندك زادا كيف كيف ربيع الحمرية كيف كيف اي 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 نتمنى يكمل صحيح كيف كيف زادا يا اسلام فما زادا الحرزي انت حاد رياضي مونستيري كلمة تحقق كالك تقول ليكيب ناسيونالي انت المحليين اللي بيشتمشي تلعب الشات يستحقوا مكينة مع الجدارة أنا أقول لفتها ذوما مش بنخسروش المواهب امتيعنا أموها يخذوا شعص خلي زيد يطلعهم وانا كم لعب ونعرف كي تعطيني شواص باليكيب ناسيونال نزيد نطمح القدام اليوم كي ما تعايت ليش رو موراليز بشدد راو استحقق راو خلنا استغلوا من المواهب هذوما بجهر ربي خلنزلوا دعو للمنتخب براي استحقق مش ماخذب الخاطر ولا بشي حافظك على مورالك ولا نفسيتك تستهل تستحق تكون في المنتخب ونستحق هل انتي أفضل من الموجودين ولا مكش أفضل تقول لي منتخب المحلين ويشاركوا في الشارع أنا معاك أسو بورسون الملاعبية اللي اذكرتها من الحمري واسكندر الصغير ومهر بصغير يستحقوا عن جدارة ومعاهم معاهم موازب الشريفية اللي نرمال موازدة عايتورو في الليكيب ناسيونال خاطر موازي يستحق عن جدارة فما بيفون بتاع العمران زيدا نسيت اسمه وانا غايثي دورلي ولا ممتاز زيدا فما ملاعبية وخليه في الشات تكتشف برشا ملاعبية في جرجيس اليوم زيدا كيف كيف بي مختار فما لقطة ثالات المقابلة وحسام الحباسي عفوا انطلب ضربة جزائر هذي اهم لقطة تقريبا تتحكي فيها برشا شنو لايك فيها اللقطة هذي أنا أخذلي وقتل يجواري تواغل يدخل للتزويت ما لازموش يكون هو عندو خا يقوم بخطة رينا وقتل يدخل للتزويت رينا الدفنسور متاع باجا صحيح فما مسك الحسام الحباسي ورنا زيدا حسام الحباسي مسك الدفنسور متاع باجا اللي ينتاح وما زال المسك متبادل أنا بالنسبة لي أنا الحكم مشتهد كونه زفر مخالفة للمدافع وأنا مع قرار الحكم في أعلانه على مخالفة ما نحب النوة بالتحكيم لوليدة ذايا الحقيقة حكم ممتاز أدى مقابلة ممتازة بشهادة زوج جماعيات حتى الضربة جزائر اللي كان مطالب بها ما احترامي لجميع البلاتويت اللي قالوا ما دامك مهاجم قمت بخطأ معاش طالب حد شيء المسكين واضح من المهاجم هنا معاش تطلب لا بلنتي أنا معا قرار الحكم في عدم الأعلان عن ذرب الجزائر ما فماش رك للجزائر لا وجوده لذرب الجزائر اللي عبتحك عليه غايث بنحسي غايث بنحسي صحيح قادي قادم في بداية موسم حتى عمنا وللا كيف كيف مستويات ممتازة جدا كم من وما بقيت المقابلات جرجيس أبرز مستفيد من جولة هذه يا أحمد فوز عسيا بي واحد بلاش جرجيس ماش في الثنية بيه وجرجيس من الفرق اللي تلعب كورة مزيانة هراء هذا كل مدرب قاعد عارف روحه شنوه يعمل قاعد يوظف الملابية كيميزم قاعد كل أدفرسير يعملوا الخطة التكتيكية الملائمة يعني حتى كان الفوز جاء في الدقيق الأخرانية لكن كان فوز مستحق وكان ترجل رياضي الجرجيسي تقريبا الأفضل في أغلب فترات المباراة وقاعد يأكد ترجل جرجيسي من جولة إلى أخرى اللي أنه راه بشي نفس الصناعة على أقل بشي يكون في المراكز الأولاني إحنا ماذا بينا يواصل على نفس النسق هذا وماذا بينا يكونوا في رقم جرجيس وبيجة يقعدوا لآخر محطة ينفسوا على شامبيونه ماذا يمنع بشي ترجل الجرجيسي أو الأولمبي الباجي وقالوا الملعب تونس أو الأتحاد المنسير يقعدوا على الأقب حتى الآخر جولة أرباعي جديد وكاك تتغير الخارطة بتاكورة القدم وهذا في مصلحة الفرق الكبرى خاصة اللي تلعب في المسابقات الإفريقية حتى الآخر منافسين قويين ومنافسين جديين منافسين يخلقون لهم صعوبات في الماتش ويت برافو الآن يسبو جلبين وإن شاء الله يكمل على المساويات يا أحمد سيرتول في رقمنا ذوما كما الأولمبي الباجي وقتها سارت تارق جريه تارق جريه المدرب عمل ريزولتات بيه ومبعد يخرج على روحه ديما في رقمنا ذوما كان يسمعوا فينا اليوم ماذا بينا تكون متحمسة متحمسة والراو ماذا بينا جرجيس لو نخص جرجيس تاس شمبينات وبيجر تاس شمبينات وأنا نعرف شنو نقول يد واحدة متصفقش لازم رجال أعمال متاع جرجيس ونعرفوا الجرجيس سيئة ركضوما كيبش تطور لازم نفس طويل خلت الملعبية وأنا نعرف رونا ملايب اليوم تلجم روما موجود للفلوس وتخلص في بريميت وكذا كذا أما بشتدوم لازم تقاوم عم كامل ولا ليه أنا نقول كان الجرجيس سيئة والباب جاية مش ممشيش عرقهم وبعد سبعة جورنيات هذومة تاقفوا مع الكيب رووا صحيح اللي هم الرؤسية جمعية رووا يد واحدة متصفقش لازم تعاونوهم كاذا إذا تحبوا باجا وجرجيس نفس على قب لازم رووا يد من المساعدة أهم حاجة الموجودة هي في الزوز فرقة هذومة هو غير من ملعب التونسي وإلا الاتحاد المونسيري فما الكاليتين في اللي فكتيف متاعهم وزادة وراهم مدربين مدربين ممتزين على مستوى التكتيكي وراهم زادة رؤسية كيف نحكيه على السيد حافظ يدور اليكاية يدور الي اسمه حافظ الرئيس بتعتاري جرجيس عمل لما كبيرة في جرجيس هذا يقبل في البداية ساعة بتاع التحذيرات فما السوسيوس بتاع جرجيس في فرنسا قاعدين يقوموا بمهمة كبيرة ولمين الفلوس فما حالة معينة في جرجيس زادة كيف كيف الاختيار على انيس بوج البين برشا يقول لك موش في نحكيه في الديبار موش في قيمة تارجي جرجيس المغامرة هذي بالمدربين شوبين كيف تارق جريها في بيجا ورينا الريزولتات مع تارق ورينا الريزولتات اليوم حافظ طالب واليوم معانيا الريزولتات مع انيس بوج البين تخلي تارجي جرجيس اليوم انا ميش مفاجئة صرتو حتى تحذيراتها كانت ممتزة كيف معانيا فريق يلعب يخدم في صمت مغير برشا ويلعب وبشير بهون نقات طرق اهم حاجة حوالينا عنا مدربين رغم اللي ما عندهم مش خبرة كبيرة لكنهم اتفوقوا على الاجانب يعني منهم انيس بوج البين معانيا انيس بوج البين الزلفاني الساحلي حتى سهيب في سليمان زدقاد يخدم فيهم سهيب في سليمان تفهم لعبية تحس معناتها عندهم افكار جديدة تحس معناتها عندهم افكار جديدة تحس معناتها مدربين من فما في تونس نحنا العقلية لازم ما تتبادر وين عشتم لطف القادري مظلوم لطف القادري مظلوم احمد عشت ذروف الملعب التونسي نفس الكاء كنا زادا في الملعب التونسي عملنا دي بار باي وكنا من لولينين وقتا ونذكرها وحنا الاسبرونس على وقتا كما نقوله بطل خريف نحكيه وعطا وبعض وليت كما نقوله جمعية منعت الرؤسية كلها ولدت كما نقوله تخبي في فلوس مليوم هو مش بليوف يعني النوادي اللي قاعد تخسر في النقاط طيوة كي تخسرها وفما بليوف بعد مش مشكل نعود المشك مليوم اللي بش يخسر معنى نقاط لو ما يتعودوا لهش نحكيه عن نادي رياضي البنزارتي واضح فما نقتفهم قبل هذي وخيرا حبيت النواة بتحكيمة شرف حركاتي الحقيقة ماتش صنفوت وتبركال التحكيمة عدى جورنيه بيه صار عليه ضغط جماعة ذي خلصين خلصوا مادير بلانتي جلسي خلصين لارديت المختار لا مازالوا فمجارب لا يعطيهم الصحة خمسين دينار مازالوا مازالوا كل عاد هنا بالنسبة لينا اشرف حركات يرينا الهدف جاه في تقايق اللقرة اثر ضربة زاوية البونت وما في شي اغزول لي ماتش يتعدى البونت ويتو نضاف روا بتبيعتكم عشق نجم تلوم على الحكام على كفران ولا توش ولا بح شوية خدمة نبعتها ونختم نقول لك شنا هو لازم الخدمة في المستقبل اه طارق مستقبل جابس اول فوز مع الشيها بالليلي اذا لي صارت رجل نفسية ومستوى كبير برشة شد انتباه كيف 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 في الملعب ينحب نحك عليك ديما حسين منصور ما شاء الله عليه حسين منصور من لي كان في الربط الثانية كان هداف بالنسبة وكان ديما الحل بالنسبة لمستقبل جابس اليوم مستقبل جابس حتى في شوام تاع المدرب انه جيب مدرب يعرف جابس كان معناه فريق ممتاز يلعب كورة حلوة ورينيه يصرتوه مع مقابلة النادي رياضي سفيقسي والاتحاد المونستيري معناه في الوزوز مقابلة الكبارة ذوما جابس قادر تربح في النقاط اه وتستغل زادها في العثارات بتاع الفرق اللي كان كيرون اللي معناه اللي معاها في نفس الترتيب اليوم مستقبل جابس اه تأكد الكعب متاعها ولو الكعب متاعها يصرتوه في البطولة ان شاء الله تكملها مع شهاب انسان معاني خدين عارفوه سيشهاب معاني انسان يعرف يخدم اه ويعرف يصرتوه جوية جابس خطرة جوية خاصة اسلام يعني سخونا برشاك الضغط اذاك يعرف يشرب يصرتوه الضغط بتاع القوابسية في الكورة معاني يسخان شوية ونتمنى شخصين ديما المستقبل جابس تألق ان شاء الله ان شاء الله بان شاء الله نمشي وفاصل الاخير قبل المكملة جزء الاخير من حسن تاون نحكي وخاصة على مقابلة القمة مقابلة القمة اخرى تلاعبة الجولة هذه بينيد الافريقي والاتحاد المونستي مقابلة القمة اخرى تلاعبة الجواة